محاضرة السابعة عنوانها Analysis of Sequential Circuits بالمحاضرات السابقة أخذنا تصميم من خلال State Diagram Logic Diagram لكن خلال هاي المحاضرة رح ناخذ التصميم بالعكس أي من خلال Logic Diagram نجد State Diagram نلاحظ الدائرة بشكل ثمانية خمسة تتكون من 2 and Gates, 1 or Gates 1 flip-flop نوع T flip-flop مطلوب من هاي الدائرة إيجاد من خلال Logic Diagram إيجاد State Diagram أي عكس ما أخذناه مسبقا مسبقا كان يعطيني State Diagram وأجد Logic Diagram إليه لكن هنانا يعطيني Logic Diagram وأجد State Diagram طبعا خطوات الحل تبدي بالبداية لازم أحدد عدد اللي flip-flop للonput فهنانا عدنا flip-flop واحد اللي هو T flip-flop فالخطوة الأولى لازم أجد الonput equations للT flip-flop أستخرجه من الدائرة من خلال تتبر الonput للflip-flop هنا ألاحظ الonput هو عبارة عن بوابة or اللي تجمع بواب TN اللي هي A هذا الطرف هو A في Q اللي هي present state فهنا عدنا هذا الطرف هو AQ زائد A-Q- فمعادلة الonput للflip-flop اللي هي T تساوي AQ زائد A-Q- بعد هذا أجد معادلة الاخراج للدائرة اللي هي تتمثل بZ المعادلة الاخراج للدائرة هي Z تساوي A في Q شون عرفتها من خلال التبع السلك المربوط بالoutput circuit Z هو عبارة عن and gate بين A و L-Q بعد ما أجد معادلة الاخراج للدائرة اللي هي A-Q ومعادلة الإدخال للflip-flop اللي هو T فهنانا عدنا الخطوة الثانية أستخدم ما يسمى بالترانزيشن إكويجن بالأمثلة السابقة أو المحاضرة السابقة أخذنا مصطلح يسمى الإكزايتيشن تايبل هنا راح ناخذ مصطلح آخر وهو أيضا راح يفيدني بالحل اللي هو الترانزيشن إكويجن الترانزيشن إكويجن معناها معادلة الnext للflip-flop هنانا في حالة الترانزيشن إكويجن هي T X or Q والكل نوع من أنواع الفلب-flop إلا الترانزيشن إكويجن محددة بعد ما أجل الترانزيشن إكويجن أجد للT فلب-flop كتبتها أعوض بمكان الت باللي أوجدنا اللي هي A Q زائد A-Q مكان الت بعد هذا بمكان ال-Q راح يظل Q ال-Q شا تمثل تمثل ال-Present State للflip-flop T وال-Q داش تمثل ال-Next State للflip-flop T بعد إيجاد الترانزيشن إكويجن طبعاً هاي ترانزيشن إكويجن حفظ أكتبها بعد ما أكتبها أعوض بمكان T الخطوة الثالثة إيجاد الكارنوف ماب لل-Next State اللي متمثلة بالترانزيشن إكويجن هاي الخطوة هي Optional أي خيارية ممكن الاستغناء عنها فائدتها هو أبسط هاي المعادلة من خلال استخدام الكارنوف ماب بالامتحان مو إلا يعني تستخدموها مباشرة تنتقلون إلى الترانزيشن تايبل ترانزيشن تايبل راح يعتمد عليه الترانزيشن إكويجن أيضاً هذا التايبل نوع جديد راح نستخدمه بحل هذا المثال أيضاً يتكون من ثلاثة كولوم اللي هو Present State Next State أكت القيم داخل التايبل نجدها من خلال عملية التعويض مثلاً عدنا الكيو بلس اللي هي المعادلة للترانزيشن إكويجن اللي أوجدناها الكيو بلس شون أجد قيمتها واحد من خلال التعويض ما كان الكيو صفر والأي صفر تظهر لي الكيو بلس واحد يعني أعوض بهاي المعادلة الأي صفر والكيو صفر بعد إيجاد بعد ما أعوض وأستخدم بوابة الأور مع بوابة الأكس أور الناتج النهائي زيرا أور وان راح يطلع لي واحد نفس الحالة الصفر هنا أوجدنا الصفر من خلال التعويض بكيو صفر والأي واحد نعوض بمعادلة الكيو بلس أيضاً الصف الثاني الواحد أوجدناه من خلال التعويض بمكان الكيو معادلة الكيو بلس نعوض بمكان الكيو واحد وبمكان الأي صفر وأيضاً هنا صفر أوجدناها من خلال الأي صفر والأي واحد والكيو واحد يعني أعوض القيم للأي والكيو اللي موجودة بصفر وواحد وبعد هذا أجد القيمة اللي تطلع لي أضعها بالجدول بالنسبة للأوتوت أيضاً عندنا الأوتوت أي اللي هو أموت للدائرة الأموت الخارجي للدائرة مرة صفر مرة واحد الأوتوت راح أعوض بز المعادلة اللي استخرجناها اللي تمثل أوتوت إكويجن للدائرة فهنانا أعوض بز مرة أي صفر وكيو صفر استخرج صفر مرة أي واحد وكيو صفر استخرج صفر مرة الأي صفر والكيو واحد استخرج صفر مرة أي واحد والكيو واحد راح تستخرج لي واحد بعد ما عوضت واستخرجت عوضت بالكيو بلاس عن الأي والكيو واستخرجت هذا الجدول يسمى الترانزيشن تايبل فأتي بعد ما استخرج الترانزيشن تايبل أعوض بمكان الصفر A وبمكان الواحد B مثل هاي الصورة فهنانا بمكان الواحد رح يكون B وبمكان الصفر A لكن الأوتوت يبقى صفر 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 واحد ثابت لأنه هنا أنا بس أحتاج النيكسي ستيت فائلة النيكسي ستيت من خلاله أجد الستيت دايقرام فبعد ما أعوض بالواحد B والA صفر لكل القيم الموجودة هنا أربع قيم للنيكسي ستيت أرسم الستيت دايقرام بهذا الشكل أرسمه من خلال عندي آني تو ستيت اللي هي الأي والبي تو ستيت شون حصلت عليها أي وبي من خلال الصفر يمثل A واحد يمثل البي وهنانا عدنا البرازنت ستيت فقط Q وليس اثنين مثلا Q صفر Q واحد أو Q صفر Q واحد Q ثنين لأنه بالدائرة إذا أرجع لها عندي Q واحد فقط لأنه مستخدمين فقط نوع T ما مستخدمين تو فلي بفلوب لو كان عدنا بدل الوان فلي بفلوب تو فلي بفلوب راح يصير عندي Q0 وQ1 فهنا عدنا فقط Q اللي هي برازنت ستيت لأنه عدنا فلي بفلوب واحد باللوجيك دايقرام أي بالتصميم بعد ما استخرجت الستيت تايبل قلنا من خلال التعويض بالستيت دايقرام عن كل واحد بB وكل صفر بA والB والA تمثل بالستيت فهنا نرسم الستيت دايقرام نضع دائرة اللي هي A ودائرة أخرى الستيت B ونلاحظ الA يروح للB شوكت هذا السهم في حالة الـ Unput عندي يكون صفر والـ Output يكون صفر فأضع صفر صفر من خلال رسم هذا السهم بعد هذا ألاحظ السهم الثاني لازم أرسمه اللي هو في حالة الـ A الـ Unput إلها يكون واحد الـ Output إلها A راح يكون أيضا صفر فهنا ندري التجه إلى نفس الـ State فيكون هذا الشكل هذا السهم الثاني الـ State A أرجع على State B الـ State B أيضا أرسم إلها سهميا سهميا في حالة السهم الأول الـ Unput صفر والسهم الثاني في حالة الـ Unput واحد في حالة الـ Unput صفر معنى الـ A صفر راح يكون الـ Output صفر فهنا نأثبت صفر State B في حالة الـ Unput واحد الـ Output راح يكون واحد فهنا نأثبت واحد واحد أي هذا الـ State Diagram استخرج المعلومات من خلال الـ State Table الموجود واستخرجنا الـ State Table من خلال الـ Transition Table والـ Transition Table استخرجنا من خلال التعويض بمعادلة الـ Transition Equation نأخذ المثال الثاني المثال الثاني أي صمم الـ Transition Table والـ State Table والـ State Diagram للتصميم اللي نوعه Mori Sequential Circuit نحن نلاحظ التصميم يفرح عن المثال السابق عدنا 2 Flip Flow نوعهم JK JK A JK B نلاحظ للدائرة يوجد 1 Unput و 1 Output الـ Unput رمزة X والـ Output رمزة F بالبداية بالبداية الخطوات الثابتة استخرج الـ Output Equation للدائرة اللي هي F F أحصل عليها من خلال تتبع السلك نفسه نتصل ببوابة XOR بين A وبين B A والB هي نفسها الـ Present State للـ Flip اللي رمزة A فهنا نعدنا الـ QA هي نفسها A والـ QB أيضا تعتبر الـ Present State للـ Flip Flow B الـ QB هي نفسها B فهنا نعدنا الـ F هي حاصل XOR بين A والـ B والـ A والـ B تمثل الـ Present State لكل من Flip Flow A و Flip Flow B بعد ما استخرج معادلة الإخراج للدائرة استخرج معادلات الإدخال للـ Unput Flip Flow أي نستخرج J-A K-A J-B K-B الـ J-A نستخرج من خلال تتبع السلك الـ J-A يساوي B والـ K-A يساوي X-Dash في B الـ J-B أتبع السلك أيضا ألاحظ يساوي X-Dash بينما الـ K-B يساوي A هذا السلك تابع إلى A A X-Or مع X فهنانا استخرجنا معادلة الإخراج للدائرة الرئيسية مع معادلات الإدخال لل Flip Flow A و Flip Flow B A J-A و K-A J-B و K-B بعد إيجاد المعادلات من الرسم طبعا المعطى يتم استخدام الترانزيشن إكويجن الترانزيشن إكويجن طبعا هي تحفظوها لأنه معادلة ثابتة لـ J-K Flip Flow رمزها Q بلاس يساوي J-Q داش زائد K داش Q بما أنه عندي نوعين من الـ J-K Flip Flow مثل ما لاحظنا النوع الأول رمزة A والنوع الثاني رمزة B حتى ليس يتداخل فهنو نعدنا نجد الترانزيشن إكويجن للـ Flip Flow A ونطيها تسمية A plus ونجد الترانزيشن إكويجن للـ Flip Flow B ونطيها تسمية B plus فهنو نعدنا A plus هي الترانزيشن إكويجن للـ Flip Flow A والB plus هي الترانزيشن إكويجن للـ Flip Flow B نعنوذ بمكان J J A نخصصها للـ A Q داش Q داش للـ A مكان الكي داش كي داش للـ A مكان الكيو Q A A خصصنا هاي المعادلة للـ Flip Flow اسم A نفس الحالة الـ B plus هي الترانزيشن إكويجن للـ Flip Flow J K نوع اسم B مكان الـ B plus اللي هي الترانزيشن إكويجن أعوذ عنها Q plus للـ B يساوي بدل J J B بدل Q داش Q داش B بدل K داش K Dاش B وبدل Q Q B A مجرد أوضح توضح هذا الحرف اللي هو حرف B حتى مع J ومع K ومع Q حتى أخصص هاي المعادلة للـ Flip Flow نوع J K رمزة B لأن عدنا 2 J K Flip Flow بعد ما أعوذ مكان J J A مكان Q Q A أستخدم المعادلات بالخطوة الأولى اللي هي معادلات الإدخال للـ Flip Flow J K A و J K B وأعوذ ها هذا القانون مكان J A أعوذ ب والـ Q داش A ظل نفسها ومكان K داش A أعوذ ب X داش B ونفس الحالة هنا عدنا بس X داش B وفوق ها راح يصير داش الداش الخارجي راح ينقسم يقسم X داش يصير زائد وإنما يصير X دبل داش زائد B داش X دبل داش يصير X نفسها لأن هاي قوانين الجبر البوليني اللي ماخذيها بالأول زائد B راح يصير عليها داش لأنه عدنا 2 داش وال B Q داش للاي نفسها تنزل بعد هذا نستخرج هاي المعادلة الثابتة وتسمى Transition Equation لل Flip Flow B ال B داش أو ال B بلس راح يساوي إنه Q لل B بلس اللي هي معناها Transition Equation for Flip Flow B أيضا أعوض عن JB وال KB باستخدام الخطوة الأولى اللي هي معادلات ال Unput أو معادلات الإدخال ل Flip Flow B أعوض بمكان JB X داش وبمكان KB X X X or A هنا عدنا KB هو مسبقا B داش فيصير X X or A فوق داش بعد هذا أحصل على هاي المعادلة اللي تسمى Transition Equation for Flip Flow B وهاي المعادلة اللي هي Q A Plus تسمى Transition Equation for Flip Flow A بعد ما أستخرج لل Transition Equation Flip Flow B و Transition Equation Flip Flow A راح أعوضها بالجدول طبعا هاي الخطوة الثالثة Optional قدرون تعوفوها لانه هي مجرد تبسط إلى Transition Equation هي ما يحتاج تبسيط لانه أنا بكل الأحوال راح أعوض عن قيم A وال B وال X هنا نأنتبه إلى معادلة A Plus اللي هي نفسها Q A Plus نفس هاي المعادلة لأاخذها و اللي Q Plus للB نفس هاي المعادلة راح أنزلها هنا قلنا الخطوة الثالثة مو إلا نستخدمها يعني لتسوي كارنوف ما ما يحتاج تأخذون هاي المعادلات اللي هي A Plus وال B Plus أنتبه إلها الجانب الأيمن للمعادلة أحسب كم متغير بي اللي هو الB والA والX كم متغير ثلاثة متغيرات الX يمثل الإدخال للدائرة والB والA نفس الحالة الB Plus كم متغير لها أيضا X وB وA بما أنه ثلاثة متغيرات موجودة بالجانب الأيمن معنا ثلاثة متغيرات تساوي ثمانية أخذ ثمانة احتمالات لهم فهنا نعدنا نرسم جدول الترانزيشن تايبل أيضا نتكوى من present state next state output فهنا شا سوي الA والB راح أخليها بال present state وأخذ لها أربع احتمالات والسبب بأنه أنا عندي بالتصميم to flip flop لاحظة J K A و J K B كم flip flop 2 معنا number of state يكون أربعة فهنا نراح أخذ أربع احتمالات في حالة 00 01 01 01 01 وسميها A B next state تتمثل في حالة X مرة 0 والX مرة 1 والoutput راح يكون F يساوي A X or B من أخذنا هاي المعادلة أخذنا هاي المعادلة من الدائرة اللي هي هاي المعادلة الأولى اللي استخرجناها من logic diagram أو الدائرة المعطات بالسؤال فهنا نعدنا نرجع أعوض بمكان A والB بصفر صفر بمكان X صفر أعوض هاوين الصفر صفر صفر بالمعادلة A بلس من أعوض أصفر هنا كلها أحصل على صفر أكتب هنا بعد هذا أعوض بمكان A والB أيضا صفر صفر لكن هنا أعوض 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 صفر بمكان معادلة بمعادلة B بلس أيضا أعوض عن X صفر والA صفر والB صفر أحصل على واحد نفس الحالة أعوض A والB أصفر لكن X مرة واحد في حالة A بلس يطلع لي صفر في حالة B بلس يطلع لي أيضا صفر وهنان أعوض عن A والB ثم أصفر سيطلع لي صفر أرجع على الصفر واحد أعوض بمكان A صفر ومكان B واحد في حالة X صفر مرة أعوض بمعادلة A بلس واستخرج واحد ومرة أعوض بمعادلة B بلس واستخرج أيضا واحد ونفس الحالة ستنعاد أعوض بمكان A صفر والB صفر لكن هنا X واحد في معادلة A بلس واستخرج هذه القيمة وهي واحد وعوضها أيضا بمعادلة B بلس واستخرج هذه القيمة وهي صفر بعد هذا أعوض عن A والB صفر واحد راح يطلع لي واحد معادلة الأخراج للدائرة نفس العملية نكررها نعوض بمكان A والB واحد صفر والX صفر هاي المعادلة حتى أستخرج الأي بلس وبمعادلة الB بلس أيضا حتى أستخرج قيمة واحد وبعد هذا أعوض عن الأكسب واحد وأثبت الأي والB وأيضا أحصل على واحد صفر وهكذا مع الواحد واحد بعد ما استخرجت هاي القيم أرسم جدول ثاني يسمى Transition Table أعوض مكان الصفر صفر A مكان الصفر واحد B مكان الواحد صفر C مكان الواحد واحد D أي أحول الBinary Value إلى Letter وبالتالي حتى أحصل على State Diagram فهنا هنا عندنا في حالة الX يساوي صفر للNext State إذا كان صفر واحد معناه B فهنا نكتب B صفر صفر نكتب A واحد واحد نكتب D واحد صفر نكتب C نكتب 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 اشتركوا في القناة